عموما خلاصة هذا التعليق على هذا الفعل الشنيع القبيح الذي ارتكبه الدواعش باسم الإسلام والغريبة باسم أهل السنة والجماعة ولا علاقة لهم إطلاقا بأهل السنة والجماعة لكن هذا الفعل لا نحسبه شرا بل هو خير من جوانب الجانب الأول أن يعرف المجتمع المسلم خصوصا ومجتمعات الدنيا عموما أن هذه الصنائع لا علاقة لها بدين محمد عليه الصلاة والسلام وأن هذا من الفساد الذي لا يقبله التابعون لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح علماؤنا بالتبرأ من هذا الفعل وأنه لا يمثل أهل السنة ولا يمثل الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن الفوائد التي نقتبسها ونأخذها من هذا الفعل أن أهل السنة والجماعة براء تماما من هذه الصنائع لأنهم تبرأوا والحمد لله رب العالمين اتبرأوا أما الذين سكتوا وأما الذين يؤيدون هذا الفعل بصورة وبأخرى من غير تصريح فهم دعاة الإخوان المسلمين يؤيدون هذه الفعائل إما بالسكوت عنها وإما بدعمها ببعض الكلمات وإما بالتهوين من أمرها لأنهم بيعتقدوا أن الأفعال دي كلها في النهاية بتصب في منهج وفي دائرة الإخوان المسلمين فهذه فائدة من الفوائد معرفة سوء الخوارج الناس يعرف سوم لأنه إذا كان إنسان يقدم على قتل والديه يا أخي أنا ما أتصور إذا حتى لو اقتنع الإنسان قناعة إنه مثلا كفروا بالله سبحانه وتعالى أين وجد هذا الدعي وجد قصوة القلب التي تدفعه إلى سفك دم والديه لكن يعرف الناس من هذا سوء هؤلاء القوم من الخوارج طيب الفائدة الثانية تحقق الفضل العظيم لمن قتلوا من رجال الأمن ومن والدي أولئك الشباب الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من قتلوه والناس يقوى أن تحب الشهادة في سبيل الله ولكن هذه الشهادة لا تنال إلا بمثل هذا الامتحان لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لما قتل من قتل من المسلمين في أحد قال ويتخذ منكم شهداء فلا يمكن أن يتخذ من المؤمنين شهداء إلا إذا وقع فيهم القتل هكذا في سبيل الله سبحانه وتعالى فنحسب أن من قتلوا هم خير قتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج خير قتيل من قتلوه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة التفريق بين منهج هؤلاء المجرمين القائم على الفساد والقتل والتشريد وتشويه صورة الإسلام وبين منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام القائم على العلم هذا منهج أهل السنة قائم على العلم والحجة ومجادلة الغير من المشركين والكفار وأهل البدع مجادلتهم بالقرآن وبالسنة وبالحجج القوية وقائم أيضا على الجهاد في سبيل الله لكن الجهاد المشروع القائم وصية القحطان لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان